من اكتر الاسئلة اللي بتتسأل هي في الاشجار المسمرة والاشجار العادية اللي هو احتراق الاوراق او الالتفاف الاوراق او اللون البني اللي بيكون في الاوراق بالمنظر ده دايما الاسئلة دي الاكثر شيوعا في الاشجار المسمرة والاشجار العادية حلقة مهمة لازم تتابعها للنهاية عشان تعرف اهم الاسباب اللي بتقدي للسبب ده خليك معي ورجع لكم تاني أسماء العزاء في قناة كنوز وأسرار الزراعة حلقة مهمة جدا جدا ومن أكتر الأسئلة برضو اللي تتسأل في شهور الصيف أو اللي تتسأل عمتا هو علاد جفاف الأوراق والتفاف الأوراق حلقة النهاردة يا جماعة حلقة مش أنت اللي هتسأل أنا اللي هسألك على كل حاجة أنت عملتها للأشجار الفترة السابقة كلها وهي اللي هتوضح كل المشاكل اللي انت بتتعرض لها دلوقتي ولو على الأسباب بتاعة إسفرار الورقة أو احتراق الورقة أو التواءها ده جماعة أسبابها كتير عندك الإفراد في الراي عندك سوء وفقر التربة من العناصر الغزائية مفيش عناصر الغزائية في قلة راي في زيادة راي في زيادة أو نقص ضوء في رياح محملة بقتربة في إصابات مرضية في أسباب كتيرة لكن أنا بقى تعالي بقى أسألك أنت عملت إيه في فترة سكون الشجرة في فترة الشتاء اللي هي أهم فترة اللي هي لما تكون مثلا الأشجار المتساكتة بتبقى موقع الورقة أنت عملت الخدمة ليه؟ عملت الخدمة إزاي؟ أنت هل ضفت كمبوست زراعي؟ هل ضفت الأسميدة المطلوبة للشجرة اللي بتحتاجها الشجرة أو الكميات المناسبة؟ هل أنت ألمت الشجرة؟ هل أنت رشيت رش وقائي للشجرة بعد التقليم؟ أو في فترة النمو وموسم النمو؟ حاجات كتيرة بقى أنا لازم أسألها لك لأن دي اللي هتحدد لي بقى أنت عملت إيه للشجرة بتاعتك واللي على أساسها هنقدر نحدد المشكلة دي قدامنا شجرة رمان رمان عندها فيها مشاكل في النمو وظهر عليها أعراض التفاف الأوراق والاحتراق الأوراق الخارجي برضو عندنا كذا شجرة زي الطفاح برضو فيها نفس المشكلة طب إحنا دلوقتي البداية بتاعتنا لابتدأها منين؟ ما ينفعش نبدأ دقها من موسم النمو لا لازم تبدأ من قبلها لازم تبدأ من الخدمة الشتوية إيه الخدمة الشتوية؟ خدمة الشتوية يا جماعة هو أننا بضيف الكمبوست الزراعي للنبات وبكمياته المناسبة لازم أضيف السوبر فوسفات لازم أضيف السلفات البوتاسيوم لازم ممكن أضيف بقى كابريت صراعي ممكن بقى لازم أرش رش وقائي للشجرة لأن انت دلوقتي لو عملت تقليم ساعتك لازم ترش رش وقائي لأن انت عملت جرح في الشجرة كأنك مثلا بمسك حاجة وبعورك يبقى لازم أن انت تعمل رش وقائي بقى أي مبيت فطري بقى نحاس أي مبيت فطري عنده ظاهر جدا المشاكل نقص العناصر للشجرة هوضح جدا وطبعا هتلاقي برضو التفاف آآ للأوراق برضو ممكن يكون بأسباب مرضية يعني انت هل انت مرشتش بقى رش وقائي فاحنا عملنا الخدمة الشتوية نيجي بقى بعد الخدمة الشتوية بعد ما تعملها آآ نبدأ بقى موسم النمو والعناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات وأول ما الشجرة بتبدأ بقى الموسم النمو الجديد بتبدأ بقى بمرحلة المجموعة الخضر مرحلة المجموعة الخضر بيحتاج نيتروجين فلازم تديلو جرعات مناسبة من عنصر النيتروجين لو تلاحظوا في شجرة التفاحة إيه بدأت بقى احتراق الأوراق هنا مفيش التفاف بسبب حالة مرضية لا هنا فيه احتراق للأوراق بسبب عنصر بوتاسيوم عنصر بوتاسيوم ده عنصر بقى اللي هو ايه بنسميه بقى وزير النقل اللي هو اللي بينقل العناصر الغزائية للأوراق وهو اللي بيحدد لي مشاكل كتيرة بقى بتبقى للشجرة. بصوا لو تلاحظوا كلها نقص بوتاسيوم. نقص عنصر بوتاسيوم. نقص عنصر بوتاسيوم ما ينفعش تهمله. ينفع تحطه في جميع مراحل النبات. بصوا بقى التربة. التربة دايما نشفى. احنا عندنا هنا التربة في مطروح تربة كالسية. ما ينفعش ان انت تسيبها تنشف بالطريقة دي. تدي جرعات ري خفيفة بحيس ان التربة تكون مترطبة. ما ينفعش تسيب التربة. تنشف بالمنظر ده. لان سيبانك للتربة تنشف بالمنظر ده. بيزيلي الشجرة من ناحية الجدور. بيقللي انتقالها العناصر الغزائية من الجدور للأوراق للشجرة ذات نفسها. تأسير العناصر الغزائية هيكون صعب في التعامل. فضروري جدا ان انت ما تسيبش التربة تنشف بالمنظر ده. دايما عملية العزيق او خربشة التربة من الاصرار النجاح الزراعتك لازم ان انت دايما تخربش التربة السطحية كده. لان التربة بتاعة مصر عمتا تربة قلوية. وفي نفس الوقت التربة برضو في مرسة مطروحة او في محافظة مطروح تربة كالسية بسبب ارتفاع كربونات الكالسيوم اللي بتخلي التربة من فوق آآ نشفة. يبقى دي من الحاجات المهمة اللي لازم تعملها من بداية موسم النموة وتبدأ بقى العنصر النيتروجين او عناصر عمتا ممكن تبدأها بكزا عنصر. عنصر النيتروجين ممكن تبدأ بسلفات النشادر. آآ كعنصر في كابريت وعنصر في نيتروجين. عنصر البوتاسيوم ممكن تحطه في جميع مراحل النبات مفهوش اي مشكلة. ده يعتبر الناقل بتاعك للعناصر الكزائية بتاعتك. معاك بقى حاجتين مهمين جدا جدا. هو اولا هو العناصر الصغرى. ضروري جدا ترش عناصر الصغرى مرتين في موسم النمو. على الاقل ان العناصر الصغرى بيحتاجها زي العناصر الكبرى. حاجة تانية بقى المهمة جدا جدا وهو الرش الوقائي للامراض. حضرتك ما تستناش المرض يجي وبعدين ترش وتجي تقول لس للشجرة تصابت حضرتك داخل على موسم صيف. طبيعي نشاط الحشرات هيكون كتير بطريقة جنونية. لازم ترش رش الوقائي للحشرات. ترش للاقروس. رش للحشرات اللي زي زبابة الفكهة. ضروري جدا ترش اهو الشجرة قدامك كويسة جدا اللي هي اتعمل لها خدمة كويسة جدا. فطبيعي بقى اعمل مصايد فرمونية. اعمل مصايد اللي هي بتعلق على الشجرة. اعمل اللاصقات الفرمونية حاجات مهمة جدا عشان تقلل لك اعداد الحشرات. دي نصيح ديك عشان تحصل على سمار كويسة خلي ان الشجرة تكون قوية متحملة للامراض. عشان كده يكون معاك خدمة شتوية. تنظيم راي. تنظيم العناصر الغزائية بتاعتك. الرش الوقائي. يبقى انت كده نجاح عملية الزراعة بتاعتك بالكامل. اصدقائي العزاء اتمنى يا رب تكون في نهاية حلقتنا تكون استفدت من موضوع احتراق الاوراق بتاع الاشجار المسمرة او الاشجار العادية. تمنيت اليكم يا رب مزيد من التوفيق. مع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة